السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأحمد الله إليكم أيها الإخوة أن جمعنا في بيت من بيوت الله نتذاكر الله تبارك وتعالى ونتذاكر العلم ونتواصى به فإن هذا خير ما شمر له المشمرون واجتهد في طلبه المجتهدون وحديثنا أيها الإخوة في هذا اللقاء عن أصلٍ عظيم من أصول هذا الدين عليه مدار السعادة وعليه مدار الفلاح في الدنيا والآخرة ألا وهو الإيمان فحديثنا عن الإيمان وعن حقيقته وأجزائه وشعبه وما يزيد به وينقص وما ينبغي للمسلم أن يراعيه في حفظ إيمانه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهو الذي عليه السلف وعليه عامة أهل السنة إلى هذه العصور المتأخرة أن الإيمان يتألف من أجزاء ثلاثة فقالوا في تعريفه الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان فذكروا أن الإيمان يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة ما يتعلق بالقلب وهي الأعمال الباطنة وما يتعلق باللسان وهي الأقوال المشروعة في الدين وما يتعلق بالجوارح وهو ما يزاوله المسلم بجوارحه وأعضائه وأما شعبه فإن الإيمان يزيد على بضع وستين أو بضع وسبعين شعبة كما دل على ذلك الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان شعباً تزيد عن الستين أو السبعين وهذه الشعب يتألف منها الإيمان وهي ترجع إلى الأجزاء الثلاثة المذكورة في التعريف فمنها شعب اعتقادية ومنها شعب قولية ومنها شعب عملية من الشعب الاعتقادية والقلبية أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان كما هو معلوم في حديث جبريل المشهور من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فهذه أركان الإيمان والفرق بين شعب الإيمان وأركان الإيمان أن أركان الإيمان هي جزء من الشعب فالشعب أعم منها ما هو من قبيل الأركان ومنها ما هو من قبيل الواجبات ومنها ما هو من قبيل المستحبات فإذن أركان الإيمان هي من الشعب القلبية الاعتقادية ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الإيمان في القلب والإسلام في الظاهر الذي دلت عليه الأدلة أن الإيمان في القلب وله شعب في الظاهر وله شعب في الظاهر لكن أصله في القلب والإسلام أصله في الظاهر وله شعب قلبية فأركان الإيمان هي جزء من شعب الإيمان وهي أعلى شعب الإيمان بعد أن نطري بالشهادتين أما الشعب القولية فأعلى هذه الشعب أن نطقه بالشهادتين كما دل على هذا حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله فشهادة أن لا إله إلا الله هي شعب قولية ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي بعض الرواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فهذه شعبة قولية وهي أعلى الشعب ثم بقية الشعب القولية كقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى ودعاء الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق باللسان وسائر الأقوان التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كلها داخلة في شعب الإيمان القولية وأما الشعب العملية فهي التي تقوم بالجوالح ومنها الصلاة والزكاة لأن المسلم يخرج المال بيده ويضعه في يد الفقير وكذلك الصوم والحج فهذه من الشعب العملية وكذلك الإنكار إنكار المنكر إذا تعلق باليد كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذكر التغيير باليد وهذا من الشعب العملية من الشعب العملية المذكورة في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذه شعبة إيمانية عملية مستحبة فإذا الإيمان يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة القلب واللسان والجوارح وكل جزء من هذه الأجزاء تتعلق به شعب إيمانية من المسائل المتعلقة بشعب الإيمان أن هذه الشعب متفاوتة في الفضل ليست على درجة واحدة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فهذا يدل على أن هذه الشعب متفاوتة وليست على درجة واحدة ففيها أعلى وفيها أدنى وبين الأعلى والأدنى شعب تتفاوت في الفضل وفي المنزلة من الدين من المسائل أيضا المتعلقة بالشعب أن هذه الشعب منقسمة بحسب درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات الإيمان المشروع الذي يبلغ هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة هذه الشعب منقسمة إلى قسمين منها واجبات ومنها مستحبات فمن الواجبات أركان الإيمان وأركان الإسلام وبر الوالدين وصلة الرحم والسمع والطاعة لولاة الأمور إلى غير ذلك من الشعب الواجبة التي أوجبها الله عز وجل والواجب كما عرفوا العلماء هو ما ترتب الثواب على فعله وترتب العقاب على تركه مثل الصلاة إذا أداها المسلم يثاب على فعلها وإذا تركها عوقب على تركها وكذلك بر الوالدين وسائر الواجبات إذا أداها يثاب على فعلها وإذا تركها يعاقب على تركها وأما الشعب المستحبة فهي كثيرة منها قيام الليل والسنن الرواتب التي تؤدى قبل الصلوات وبعدها وصلاة الضحاء وصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض وصيام عاشراء وصيام يوم عرف لغير الحاج وصيام ست من شوال وكذلك الصدقة النافلة وهو أن يتصدق المسلم من غير الزكاه الواجبة فهذه نافلة ومن ذلكم الحج النفل إذا أدى الفريضة فإنه يحج متنفلا والعمر التي يتنفل بها وكذلك ذكر الله كالأذكار المشروعة كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول المسجد والخروج منه وأذكار دخول الخلاء والخروج منه وأذكار الطعام والفراغ منه وغير ذلك من الأذكار المشروعة كذلك الدعاء توجه إلى الله بالدعاء فإن هذا من أجل الأعمال المستحبة إلى غير ذلك من المستحبات فهذه المستحبات قال العلماء المستحب ما يؤجر العبد على فعله ولا يعاقب على تركه يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه من المسائل المتعلقة بالإيمان أن الإيمان له أصل وكمان له أصل وكمان فأصله هو ما يتحقق به الإسلام أصل الإيمان هو ما يتحقق به الإسلام فإذا دخل الرجل الكافر في الإسلام تحقق له أصل الإيمان ولم يتحقق له الإيمان الكامل يقول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي أراد سيدها أن يعتقها فاختبرها هل هي نفس مؤمنة قال لها أين الله قالت في السماء وقال لها من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذا الإيمان هو أصل الإيمان هو أصل الإيمان وأما الإيمان المنفي عن الأعراب في قول الله تبارك وتعالى قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فالإيمان المنفي عن الأعراب هو كمال الإيمان وإنما تحقق لهم أصل الإسلام فأصل الإسلام أصل الإيمان هو الدخول في هذا الدين وهذا الأصل إذا انتفى وجد الكفر إذا انتفى أصل الإيمان وجد الكفر والعياذ بالله والأصل هو الذي تمنى عليه بقية الشعب الإيمانية حتى يقمن أما كمال الإيمان فهو على قسمين كمال واجب وكمال مستحب فالكمال الواجب هو أن يؤدي المسلم جميع الشعب الواجبة التي مثلنا لها بأركان الإيمان وأركان الإسلام وبقية الواجبات ويتجنب جميع المحرمات فإذا حقق المؤمن جميع الواجبات وترك جميع المحرمات يكون قد تحقق له كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان الواجب موجب بفضل الله وبوعده دخول الجنة ولذا قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر جملة من الشعب الإيمانية فهذا الإيمان الذي وصف الله أهله بالفلاح هو الإيمان الكامل الواجب ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان الموجب لدخول الجنة هو الإيمان الكامل الواجب وأما أصل الإيمان فإنه موجب لعدم الخلود في النار ولكن لا يلزم أن يدخل صاحبه الجنة ابتداءا بل هو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بتقصيره ثم مآله إلى دخول الجنة أما الكمال المستحب فهو أن يأتي المسلم بعد الواجبات وترك المحرمات بالمستحبات التي مثلنا لها فإذا أتى بجميع المستحبات وترك جميع المكرهات يكون قد حقق الكمال المستحب من الإيمان وهذه المنزلة منزلة عظيمة وهي أعلى منازل المؤمنين وهو أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويأتي بالمستحبات ويترك المكرهات فيكون قد حقق جميع الشعب الإيمانية الواجب والمستحبة وأصحاب هذه المنزلة في أعلى الدرجات في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم وأن يهدينا لذلك فهذه منزلة عظيمة وهو أن يحقق المسلم جميع الواجبات يتجنب جميع المحرمات ويأتي بجميع المستحبات ويترك جميع المكرهات فهو بأعلى المنازل في الجنة من المسائل المتعلقة بالإيمان وهي مسألة عظيمة زيادة الإيمان ونقصانه والمقصود بالإيمان الموصوف بالزيادة والنقص هو الإيمان الذي يقوم بالعباد فإن الإيمان يزيد وينقص كل واحد مننا يستشعر في نفسه بزيادة إيمانه ونقصه قال العلماء الزيادة تكون بامتثال ما شرع الله والنقص تكون بارتكاب ما حرم الله أو بالتقصير في الواجبات ولهذا فالإيمان يزيد وينقص بحسب امتثال المؤمن لشعب الإيمان من الناس من يأتي يوم القيامة وقد أتى ببضع وستين أو بضع وسبعين شعبة منهم من يأتي بخمسين شعبة منهم من يأتي بأربعين شعبة منهم من يأتي بعشر شعب منهم من يأتي بشعبة واحدة لا إله إلا الله فهم يتفاوتون في ذلك ولهذا هذه الحياة الآن ميدان للتسابق تسابق ليس في جمع الأموان وإنما في الدرجات عند الله يوم القيامة درجات يوم القيامة عند الله ليست بالأموال وليست بالأنساب وليست بدعاوى الجاهلية وإنما بهذه الشعب الإيمانية متى ما أتى المؤمن بهذه الشعب زاد إيمانه ومتى ما قصر نقص إيمانه وبحسب ما يختم له به فقد يختم له بإيمان عظيم يباشره قبيل الوفاة ومنهم والعياذ بالله من يختم له بسوء وينقص من إيمانه فهذه المشألة العظيمة هي التي اجتهد فيها السلف وهي التي شمر لها المشمرون وهو أن يأتي المؤمن يوم القيامة بإيمان عظيم يرجح به ترجح به كفة حسنات لأن الميسان يوم القيامة يجعل فيه الإيمان والأعمال الصالحة كذلك يؤذن المؤمن فالحسنات في كفة والسيئات في كفة فإذا عظمت الحسنات رجحت بالسيئات وإذا عظمت السيئات رجحت بالحسنات لهذا دلت الأدلة على أن الناس يزنون يوم القيامة ويثقلون في الميزان بحسب الإيمان ويخفون بحسب نقص الإيمان يقول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هذا في حق الكفار لا يقيم لهم وزنا أي ليس لهم وزن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد صعد أراك ثم جعلت الريح تحرك الشجرة وابن مسعود يتحرك معها لأنه كان نحيل البدن رضي الله عنه فضحك الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه من دقة ساقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد قدم ابن مسعود الرجل النحيل أثقل في الميزان من جبل أحد جبل أحد جبل معروف الذي زار المدينة يعرفه في شمال المدينة يمتد في شمال المدينة قدم ابن مسعود أثقل من جبل والكافر لا يقيم الله له وزنه جاء في الحديث إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعونا بأي شيء يخف الرجال يوم القيامة ويثقلون بالإيمان ليس بعظم البدل وليس بمنزل وجاء وليس بمان بقوة الإيمان الذي اجتهدوا فيه في هذه الحياة الدنيا أختم الحديث بذكر بعض الآثار عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على عنايتهم بزيادة الإيمان ونقصانه ومن ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيا يقول أبو الدرداء من فقه العبد يعني من دلة الدالة على فقه العبد أن يعلم هل يزداد إيمانه أم ينقص أن بعض الناس يصير في هذه الحياة ولا يدري هل زاد إيمانه أم نقص فمن فقه العبد أن يعلم هل يزداد إيمانه أم ينقص قالوا أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيها يعني كيف تأتي نزغات الشيطان ويغلق هذه الأبواب من الأثار الدالة على عناية الصحابة بزيادة الإيمان ما جاء نبي هريرة وغيره وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يأتي أحدهم لأخيه ويقول هل أم نزدد إيمانا فيذكرون الله يعني يجتمعون يذكرون الله وليس المقصود بذلك الذكر الجماعي ولكن كل يذكر الله عز وجل في نفسه من الأثار الدالة على عناية السلف بزيادة الإيمان أن ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يسأل الله زيادة الإيمان فكان من دعائه أن يقول اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها انظروا كيف ابن مسعود يدعو الله اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها وهذا يجمع الخير كله لأن الرجل إذا كامل إيمانه وفقه وزدني إيمانا ويقينا وفقه إذا كامل إيمانه ويقينه وفقه فقد نال الخير كله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم في إيماننا وأن يزدنا إيمانا وأن يثبتنا على طاعته هذا والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر